السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة حصات اليوم ان شاء الله سنعرفوا على سينونيم في لغة الفرنسية ستعملوا بكاترة الهدف من درس اليوم هو تعلموا ستعملوا أفعال أخرى ما كان لتجنب تكرار وأيضا باش نبالوا متمكنين من لغة الفرنسية فلنبدأ على بركة الله أول سينونيم ومنهم يمكنهم عودبة شاء الله اยجم تصعبوا عزم 23 اrada رجل في ال وبار الإ��라 hydrogen فالفرنسية سليم جد لغة الفرنسية الثلشة سنعرفوا المتbaren الحليف principalmente فالفرنسية الجملة صحية فاو لئو دي رجي فهي دي فوتو رنقولو جي پران دي فوتو مال أفضل نقول جي پران دي فوتو فا جي فهي دي فوتو يأيضا جملة صحيحة ولكن دي فرانس نستعمل لفر براند رنقول جي پران دي فوتو أخدو سوار جي پران دي فوتو لدهزي ايه سينونيم لئنا هو لشر هاو البر براتيكي حتى او يماريسو اخزم تُفَي دي سپور؟ تُفَي دي سپور؟ فا او لئو دير تُفَي دي سپور؟ جي نستعمل لفر براتيكي نقولو توmaniكي قلو تُفراتيكا سپور؟ تُفراتيكا سپور؟ هل توماريس ريادا؟ تُفراتيكا سپور؟ فإلا كنت نتكلم عن السبوغ من الأفضل نستعمل لverب بخاتيكي ومشي لverب فر عنا أيضاً لverب بريباري اللي ممكن عود به لverب فر بريباري يعني يحضيرو شوفوا اكزمبل مامون فيه ان قطو شوكولان فمن الأفضل نستعمل لverب بريباري ونقول مامون بريبار ان قطو شوكولان مامون بريبار امي تحضيرو مامون بريباري امي تحضيرو عنا أيضاً لverب كمتر اللي كنعود به لverب فر فكمتر يعني يرتكيبو نشوفوا اكزمبل تفا لامامرهر تفا لامامرهر فتفا لامامرهر يجوم لسحيحة ولكن دفع فرمس نستعمل لverب كمتر ونقول تُكومي لامامرهر تُكومي لامامرهر يعني ترتكيبو نفس الخطأ تُكومي لامامرهر تُكومي يعني ترتكيبو لامامرهر يعني نفس الخطأ عنا أيضاً لverب افكتوه افكتوه ليوا سينانيمتاً لverب فر فا افكتوه كتعني يونجيزو فا ممكن نستعمل افكتوه أو اكزيكوتي اكزيكوتي افكتوه 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 ونقول سا كوت كمبياً سا كوت كمبياً يعني لابريت نتكلية والس سیر بنسئلة التك multiكومي جيقم فا ملفو افدانست sunlight settings Jorge سا كوت كمبياً خيجيوë كون متلاً صفير سان جرام صفير سان جرام فا ملفو افدانست dinosaurs click صفير سان جرام صفير سان جرام فاو ليو دير سا فى 100 جرام فا رنقول سا كوت 100 جرام سا كوت 100 جرام عنا لverب پزي پزي لحتا وسينا نمتا لverب فر جوف أكزمبل پزي كتعني يزيد ست pastك فى 3 kg ست pastك فى 3 kg فاش نكون كنت كلما لوزن مل أفضن ستعمل لverب پزي ونقول ست pastك پز 3 kg ست pastك پز تزينو 3 kg 3 kg داكار نستعمل لverب پزي إلا كنت كلما لوزن عيواد لverب فر عنا لverب اكمplir اكمplir لك يعني يوتيم اكمplir شفو اكمل لأله افت سان دوار لأله افت سان دوار فانه لverب فر رانهو دوب لverب اكمplir لأله اا اكمpli سان دوار لأله تيل ميد اا اكمpli اتممان سان دوار فعيواد نقول لأله افت سان دوار رانستعمل لverب اكمplir لأله اا اكمpli تيل ميد اتممان سان دوار واجبه تيل ميد اتممان واجبه انا ايدان لverب construire لك انعود بي لverب فر اجمple نوتر ووازن افت سان دوار لويم نوتر ووازن افت سان دوار لويم فهنا اد لجوم لك يجيني شوية مشياد فعيواد لverب فر رانستعمل لverب صحيح ليوه لverب construire ايدان لستعمل لverب فر رانه اد لجوم لصحيح ولكن دوار لنستعمل لverب construire رانقل نوتر وزان اخنستروا سان دوار نوتر وزان جارونا اخنستروا بنا سان دوار سان دوار لنزيلا بنافسيح فعيواد نقول نوتر وزان افت سان دوار رانقل نوتر وزان اخنستروا سان دوار لان مران شوف وبرب اخر اللي مومكن عود بي لverب فر ووال لبرب دسيني يرسومو exemple لساق فان ديسان فعيواد من قول لساق فان ديسان ران قول لساق فان ديسان لساق فان ديسان الاتفال يرسومونا او يرسومو الاتفال دكو عنده ايضاً لبرب peindre لك نعود به لبرب فار exemple several verses لنظر ايضاً لبرب فار مثل إخرير كالني أختم فانتمنى يكون واضح لكم ففي درس اليوم تعرفنا على مجموعة من الأفعال اللي ممكن عوض بها فكيف قلنا لتفادي التكرار او باش نستعملو افعال اخرى ما بقوش نستعملو دائما غير لفر فشفنا لفر بخاتيكي قلنا هو يمارسو فدبرفرنس نستعملو اللي كنت كنتكلم على الرياضة عيواد لفر بفر ايضا عندي لفر بخاتيكي لكي يعني يحضرو حتى وكنعوضو بلفر بفر عنا لفر بقمتر او يرتكبو لفر بخندر او يأخدو عنا لفر بفر افكتوه ينجيزو لفر باكمبير اللي هو يتمو عنا لفر بيسيني او لفر بندر اللي كنتكلم لهم اللي كنتكلم على الرسم لفر بب بزي كي يعني يزينو فإلا كنتكلم على الوزن من الأفضل نستعملو لفر بزي ومشي لفر بفر عنا لفر بكوته إلا كنتكلم على السعر يعني تمان او السعر دائجي ما فانتمنى درس اليوم يكون واضح لكم وتكونوا ستفتو منو وما تنساوش تشاركوه مع سيقاكم وإحبابكم عبر مواقع التواصل الجمعي لكي تعمل فإذا كنت لقاو في حصة مقبلة إن شاء الله موسيقى